أهلا بكم وإلى العنوين نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة السيدة نصر الله باتت لدينا قدرة على تحويل صواريخ إلى دقيقة وبدأنا في لبنان منذ سنوات بتصنيع المسيرات وفي رسائل رادعة للاحتلال فيديو لمقاومين في حزب الله يتدربون على الثلج ولحماسة عن الجاهزية الصاروخية الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على الفلسطينيين المعتصمين في حي أشيخ جراح بالقدس المحتلة بعد تجمع للتصدي لمجموعات اليمين المتطرف كبير المفاوضين الإيرانيين يتحدث عن قرب التواصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني ويقول إنما الاتفاق على كل شيء أو لا شيء موسكو تقول إن مستوى التهديد بإمكانية هجوم الأوكرانية على دونباس لا يزال عاليا والنيتو يقول إنه يعزز وجوده العسكري في جناحه الشرقي للدفاع عن جميع أعضائه أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن العدوى الإسرائيلي يحاول من خلال اعتداءاته في سوريا منع وصول السلاح النوعي للمقاومة في لبنان وخلال كلمة له لمناسبة ذكرى الشهداء القادة قال إنه باتت لدى المقاومة قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لديها بالآلاف إلى صواريخ دقيقة بدي أقول للإسرائيلي المعركتك بين الحروب قدت إلى نتائج ممتازة لنا وانت الخسرانة مش ربحان بالعكس شو تحويل التهديد إلى فرصة ما يلي أول نقطة أنا أستطيع اليوم أن أعلن أنه منذ سنوات مش هلأ نتيجة أنه هذا نحن نواجه تهديد نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان طيب بالتعاون مع إخواننا وعننا أذكياء وعننا تقنيين وعننا ناس متخصصين وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة ومش محتاجين ننقل من إيران والمعركة بين الحروب تبعك بلا طعمي وما إلى نتيجة السيد نصر الله قال أن العدو الإسرائيلي سيكون أمام عملية عنصرية اثنين إذا تجرأ على تنفيذ عملية بحث عملية ما بحثا عن صواريخ المقاومة طبعا الإسرائيلي عم بيفتش على الأماكن وأنا بحب أقول له نحنا عادة ما منحط كل شيء بمكان واحد وانتشره مشاك وانتشره لما مننتشر روح فتش وعند عم بيفتش على الأماكن هو وعم بيشغل العملة أنا بحكي شوية عن المسيارات صار محتاج يشغل عدد أكبر من العملة والموضوع الأساسي البحث عن الأماكن البحث عن الأماكن بموضوع المسيارات وغير نفس الشيء وهون خلي يفتش على الأماكن يفتش ويفتش ويفتش وإن شاء الله نحن ناطرينه وبعون الله تعالى بفضل الله تعالى وبوعي المقاومين وحماقة العدو وببركة دعائكم إن شاء الله قد نكون أمام عملية أنصارية اثنين إن شاء الله ومعنا من عمان الكاتب والباحث في الشؤون السياسية دكتور عماد الحطبة أهلا بك دكتور عماد بداية كيف يمكن توصيف هذا الخطاب الذي تطرق في الأمين العام لحزب الله إلى امتلاك الحزب لصواريخ دقيقة وإلى تصنيع مسيرات وما إلى ذلك مساء الخير سيدتي لك ولجميع المشاهدين الحقيقة الخطاب كان خطابا مميزا كالعادة سماحة السيد يقدم لنا في كل فترة خطاب يرفع به من مستوى الأمل لدى جمهور المقاومة ما أورده اليوم حول امتلاك المقاومة للقدرة على تصنيع الصواريخ وتحويلها إلى صواريخ ذكية كذلك ذكر الحديث عن صناعة المسيرات وتحدث عن الدفاع الجوي وهو أمر مهم جداً لتهديد المسيرات الصهيونية قدم لنا جرعة كبيرة جداً من الأمل الحقيقة الأهم مما قدمه السيد حسن نصر الله لنا هو ما يفكر به العدو اليوم العدو تعود أنه في كل مرة يخرج سماحة السيد ليخبرنا بما تمتلك المقاومة تكون المقاومة قد تجاوزت هذه المرحلة بسنوان وهي الآن تعد مفاجأة جديدة أعتقد أن محللين العدو الآن يعتكفون للبحث عن الشيء الذي لم يقله سماحة السيد ما الذي تخبئه المقاومة ولذلك سأسألك دكتور عماد برأيك كيف تلقى الاحتلال الإسرائيلي اليوم هذا الخطاب بكل تفاصيله كما قال سماحة السيد العدو يدرك تماما اليوم أن المقاومة تمتلك الإمكانية وتمتلك الألاف من الصواريخ الذكية تمتلك المسيارات تمتلك السلاح المضاد للطيران وهو يبحث عنه بواسطة العملاء لم يعد يستطيع البحث بواسطة الطائرات المسيرة بسبب امتلاك المقاومة لإمكانية إسقاط هذه الطائرات إذن العدو يعلم وسيد حسن نصر الله قدم هذه المعلومة لأنه يعلم تماما أمنيا واستخباريا أن هذه المعلومة متوفرة للعدو العدو الآن يفكر ما الذي لم يخبرنا به سماحة السيد ما الذي تخبئه المقاومة في أي مواجهة قادمة لأننا اعتدنا منذ عام 2006 عندما قال سماحة السيد على شاشة التلفاز انظروا إلى البحر الباخرة ساعر تحت كانت مفاجأة للجميع وبشكل خاص العدو اليوم أعتقد أن كل الخبراء الأمنيين العدو منهم يكون في البحث عما لم يقوله السيد ماذا تخبئ لنا المقاومة إذا نحن ذهبنا إلى حرب جديدة هذا الرعب الذي هذا توازن القوة الذي استطاعت المقاومة أن تفرده والذي يفرده سماحة السيد في كل مرة يخرج ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمواجهة مع هذا العدو نحن جاهزون هذا ما يقوله دائما نمتلك ما تعرفون أننا نمتلكه لكننا نمتلك أشياء أخرى لذلك لا تجربه وإن جربتم فالعواقب ستكون خيمة لدو طيب دكتور عماد سوف نتابع المزيد مما قال الأمين العام لحزب الله ومن ثم أعود إليك السيد نصر الله أكد أن المقاومة في لبنان بحالة تقدم وتطور مستمرة وبدت منذ سنوات بتصنيع المسيرات وشدد على أن لدى شباب المقاومة القدرة على مواكبة كل تطور في صناعاتها العسكرية مؤكدا أن حركة المسيرات الإسرائيلية خفت أمام إمكانيات المقاومة مثل ما نحن ملكنا القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات وبدوا يشتري يقدم طلب مش محتاجين نقول من إيران ولذلك هاي العام المعركة بين الحروب بهذا الهدف ما إلى أي إيمان وإذا بيكمل هيك الله أعلم شو هنصنع وشو هنساوي لأن الحاجة طبعا أمام الحاجة أمام التهديد نحن قوم لا نسكت لا نستكين لا نقعد لا نستسلم لا نيأس أمام الحاجة أمام التهديد يجب أن نبحث عن كل الفرص المقاومة حول التهديد إلى فرصة فأخذت قرار تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات طويلة لدى المقاومة من زمن الحاج عماد رحمة الله عليه ولكن أخذت قرار التفعيل بالحد الأدنى في مواجهة المسيرات ألا في مواجهة الطيران الحربي بحث آخر في مواجهة المسيرات ولذلك أنا قلت في المقابلة قبل أيام نعم حتى الآن خلال السنتين هول هناك تراجع كبير جدا في حركة المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان وهذا تطور مهم جدا نصر الله أكد أن البعض في لبنان والمنطقة يتصور أن المستقبل مرتبط بإسرائيل إذا لذا يلجأ إلى التطبيع معها المسار العام للكيان هو مسار انحداري وهذا ليس تقييمي أنا على حزب الله بالنهاية هو جزء من هذه المعركة ويمكن إذا قدم هذا التقدير يتهم ولكن اليوم قادة العدو كبار قادة العدو كبار الفلاسفة والمنظرين في كيان العدو معاهد الأبحاث والتقدير للأمن القومي في كيان العدو كثير منهم يتحدثون هذه اللغة هذا ما حكي عنه شوي عن العدو إذا نحن نرى إسرائيل نراها في حالة انحدار نراها على طريق الزوال المسألة هي مسألة وقت ليس أكثر مستقبل المنطقة هو مستقبل مختلف عما ينظر إليه الآخرون ويبنون عليه حساباتهم في خلاصة بالكلام عن كيان عن العدو نحن أمام كيان مأزوم ويسير باتجاه الانحدار وأمام جيش مأزوم أهمية الجيش والحديث عن الجيش الإسرائيلي لأنه حامي حمى هذا الكيان بمعزل عن الجيش الإسرائيلي لا يمكن لهذا الكيان أن يستمر يوما واحدا هذا معروف أعود إليك دكتور عماد وأنطلق من الصوتية المتعلقة بتصنيع المسيرات اليوم فكرة أن الانتاج الذاتي العسكري وبأن هذا الانتاج لم يعد حكرا لا على دولة ولا حتى على كيانات ماذا يعني ذلك في مسار المواجهة مع إسرائيل برأيك أثناء سمحت السيدة عندما أعلن عن تصنيع المسيرات داخل لبنان وأنه جاهز لاستخدامها وقال هذا أن من أراد الشراء فليتفضل يقدم طلبه هو يرسل رسالة للجيش العدو بأنك لم تعد تمتلك الجو نعرف تاريخيا بأن العدو كان دائما يعلن بأنه أو يعتمد في تفوقه على كل الدول العربية على تفوقه في سلاح الجو السيد حسن نصر الله أرسل رسالتين الرسالة الأولى أننا نمتلك مسيرات أي نمتلك طائرات بإمكاننا استخدامها ليس فقط للتجسس لأننا كما نعلم أن الطائرات المسيارة يمكن أيضا أن تستخدم للقصف وهنا كما تسمى المسيرات الانتحارية التي تصطدم بالهدف وتفجره وأيضا أعنى من جهة أخرى بأن المقاومة تمتلك سلاح دفاع جوي سيستخدم في هذه المرحلة ضد المسيرات لكنه أيضا يرسل رسالة أخرى إلى الداخل الصهيوني ليقول بأن حربكم أو معركتكم ما بين الحروب هذه المعركة عبثية أولا وثانيا هي مهددة لأننا قد تكون المفاجأة أننا عندما نستخدم الدفاع الجوي فأننا سوف نستهدف طائراتكم إذن سماحة السيد حدد مستوى جديدا للمواجهة لم تعود أن تمتلكوا التفوق الجوي ونستطيع أن نسقط طائراتكم بشتى أشكالها هذا التحديد مهم في المواجهة القادمة التي كما قال سماحة السيد هي مواجهة قادمة لا نعرف وقتها لا نعرف ظرفها لكن بالتأكيد هذا الكيان في حالة انحدار وهذا الكيان في حالة انحدار في لحظة ما ستجد المقاومة أنه الوقت المناسب الذي تعتقد أو الذي تراه القيادة العسكرية مناسبة لتوجيه الضربات لهذا الكيان الآخر بالانحدار دكتور عماد ربما السؤال الذي يطرح اليوم ما بعد هذا الخطاب أصبحت استراتيجية إسرائيل لناحية المعارك بين الحروب خصوصا بأن الأمين العام قال بأنها لا تفيد ولم تفيد أساسا إسرائيل تخوض هذه المعركة بين الحروب لهدفها أو لهدفين الهدف الأول هو هدف للاستهلاك الداخلي إسرائيل كما قال سمحت سيد مأزومة وهذا قيل على مستوى واسع في شهر نوفمبر الماضي في شهر 18 كان هناك مناورات وخلاصة هذه المناورات بأن هناك ثغرة مهمة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية هذه الجبهة أمام الصواريخ التي ستطلق من لبنان أمام حراك شعبي فلسطيني في المدن الفلسطينية والمدن المختلطة وأمام إمكانية دخول قوات مسلحة أو قوات عسكرية إلى بعض مناطق فلسطين المحتلة إذن هناك أزمة داخلية هم بحاجة لتصديرها من خلال تصوير أن هذا الجيش يستطيع أن يوجه ضربات هنا وهناك في محيط دمشق في جنوب سوريا أو في أي مكان آخر طبعا لا يقترب من لبنان لأن التحذير واضح هذا الرسالة الأولى الهدف الثاني الذي تحدث عنه سماحة السيد هو محاولة ضرب الإمدادات الأسلحة والصواريخ الذكية القادمة إلى المقاومة في لبنان وسمحة السيد أنهى هذا المبرر تماما بما قاله من أن المقاومة اليوم أصبحت تعدل الصواريخ لكي تصبح ذكية تصنح طائرات المسيرة وتمتلك الدفاع الجوي إذن بالتأكيد سيقوم الأمنيون الصهاينة بمراجعة كل ما يحدث اليوم كل الخطة المعتمدة بالضرب داخل سوريا لأننا أيضا كما نعلم أن الغارات الجوية والصواريخ والطائرات وأحيانا سقوط صواريخ من المضادات الأرضية السورية التي تنطلق في مواجهة الصواريخ والطائرات كلها تكلف الكيانة السيونية تكلفة عالية لكنها كما أثبت سماحة السيد لا تحقق أي هدف شكرا جزيلا لك دكتور عماد الحطبة الكتب والباحث في أشؤون السياسية كنت معنا من عمان شكرا لك في الشأن اللبناني أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن لبنان كان وسيبقى بلدا للحريات وساحة لكل المعارضات العربية السيد لفت إلى أن حزب الله يحمي هوية لبنان التي نص عليها الدستور والتي تقضي بحماية حرية التعبير والإعلام مشددا على أن هناك من يمنع حرية التعبير والإعلام في لبنان فيمنع ما يريد ويستمح ما يريد هوية لبنان هي هوية الحريات في لبنان الذين اجتمعوا أول عمس في قاعة رسالات هم الذين يحمون هوية لبنان الحقيقية ويحمون الحريات في لبنان في لبنان بلد الحريات من حق الشعب البحرين المظلوم أن يحيي ذكرى انتفاضته في 14 باط من حق الشعب اليمني المظلوم أن يصرح ليتحدث عن أطفاله وعن نسائه وعن شعبه الذي يذبح ويجزر ويدمر في كل ليل ونهار في اليمن بفعل العدوان الأمريكي السعودي على اليمن من حق أي إنسان في هذا العالم أن يأتي إلى لبنان ويتكلم الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أعلن أن الحزب ذاهب إلى الانتخابات النيابية بكل جدية واهتمام تحت شعار باقونا نحمي ونبني نعم نحن ذاهبون إلى الانتخابات كما في كل المواسم السابقة بجدية بحيوية بحضور قوي بتفاعل بمسؤولية بتعبئة كبيرة كما هو الحال في كل الانتخابات السابقة لأنه بالنسبة لأن كل الانتخابات كانت مهمة ما فينا نقول والله هذه ما كانت مصيرية هاي مصيرية كل الانتخابات في لبنان مصيرية أنا اليوم بهمني أن أعلن شعارنا الانتخابي للانتخابات المقبلة بشكل وسمي مشان من هلأ أطالع كل المكانات الانتخابية والمناطق والفعاليات بتشتغل على هذا الموضوع اللي اسمه عنواننا باقونا نحمي ونبني ولمن يريد أن يحول بيننا وبين أن نحمي ونبني نقول له باقونا نحمي ونبني نشر صفحات تابعة للإعلام الحربي في حزب الله فيديو لمقاومين بين الثلوج وهم يتدربون على مجالات وأنواع قتال جديدة تزامن ذلك مع ذكرى القادة الشهداء التي يحيى حزب الله في مثل هذا اليوم من كل عام الفيديو ينتهي بعبارة من كلام للسيد نصر الله مترجمة إلى العبرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 كشف استخباراتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن نياته من ضغوط سياسية اشتركوا في القناة كبيري بلدية القناة اشتركوا في 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 القناة في الشيخ جراح الى الضفة الغربية وقطاع غزة توتر متصاعد ليس فقط هنا في غلاف القدس وانما في ارجاء الضفة مصادر امنية تربط بين التوتر المتصاعد هنا منذ فترة وبين الاحداث في حي شيخ جراح التي هي عامل مؤثر يرفع من مستوى الاستعداد وتعزيز القوات وبالرغم من ان القضية الفلسطينية غابت كليا عن لقاءات رئيس الحكومة الاسرائيلي بالمسؤولين البحرينيين في العاصمة البحرينية المنامة لم يمنع هذا الغياب حضور الموضوع الفلسطيني في اهتمامات المسؤولين الاسرائيليين المرافقين له بسبب القلق من تداعياته الامنية الخطيرة هناك خشية في اسرائيل من تصحيد كبير بسبب المواجهة في القدس قد يصل الى جولة قتال اخرى لذلك نحن سمعنا هذا التحذير من مصدر سياسي هنا في البحرين من حاشية رئيس الحكومة بقوله القدس مكان حساس علينا مسؤولية منع التصعيد يجب الامتنع عن الاستفزازات التي توصلنا الى اماكن سيئة وفيما قال مراقبون ان صلاة الجمعة المقبلة تمثل صمام اختبار لتطور الامور في القدس والضفة كشف النقاب في اسرائيل عن وثيقة عمامها قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الاسرائيلي على ضباطه يدعوهم فيها الى الاستعداد لتصعيد امني محتمل في الضفة في الاول من نيسان ابريل المقبل اذ ان المواد القابلة للاشتعال وفقا له موجودة في كل مكان وما ينقصها هو عود الثقاب الذي سيؤجج الاوضاع فاصل ونوصل اهلا بكم من جديد اكد كبير مفاوضين الايرانيين علي بقر كان الاقتراب من الاتفاق اكثر من اي وقت مضى بعد اسابيع من المفاوضات مشيرا لانه لن تجي الموافقة على شيء حتى يجري الاتفاق على كل شيء وفي تغريدة اضافة كني ان تحقيق هذا الهدف يكمن في الواقعية والابتعاد عن المبالغة والتفات الى تجربة السنوات الاربع الماضية مشددا على انه حان الوقت لاتخاذ اطراف المفاوضات القرار اعلن المندوب الصيني في مفاوضات فيينا وانج تشون ان اليومين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة للاتفاق وان المفاوضات في مرحلتها الاخيرة على بعد خطوة من الاتفاق مؤكدا ان سعي الجميع اليها واضفت شون ان الجانب الايراني وضع كل الامور على طاولة المحادثات مشيرا الى ان طهران بذلت جهودا هائلة وبناء باتباع نهج صريح جدا في المفاوضات ومعنا من فيينا موفد الميدين موسى عاصم موسى اهلا بك موسى لو تضعنا في تطورات الساعات الاخيرة في فيينا لو سمحت يعني في الساعات الاخيرة حصلت تطورات متسارعة وبشكل كبير جدا بدأت هذه التطورات مع التصريح الذي أدل به المندوب الصيني والذي توقع فيه ان تحسم الأمور خلال اليومين المقبلين وبعد ذلك رأينا التغريدات التي صدرت عن كل من السيد علي باقر كبير المفاوضين وأيضا مستشار الوفد الإيراني محمد مرندي وكل هذه التغريدات تذهب بنفس الاتجاه وتتطابق إلى حد بعيد معما كانت مصادر غربية مشاركة في المفاوضات قد أبلغت الميدين قبل خلال الساعات الماضية بأن هناك توصل إلى تفاهمات بلغت نسبتها 98% نحن إذن أمام يومين مفصليين وعلى درجة عالية من الأهمية ولكن ذلك لا يعني أننا قد وصلنا بالفعل إلى الاتفاق هناك دائما زاوية صغيرة جدا لا تزال بعض المسائل ربما للحسم خلال الساعات المقبلة من جهة الجانب الإيراني فأنه يطالب بأن يكون هناك موقف واضح من القوى الغربية الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين من أجل التوصل فعلا إلى الاتفاق النهائي وأيضا الجانب الصيني تحدث عن الأمر ذاته الذي قال بأن الإيرانيين وضعوا الأمور على الطاولة وبانتظار الردود الأمريكية والأوروبية الواضح أن ما حصل هو أن الجانب الإيراني وضع على الطاولة رؤيته النهائية للحل والاتفاق هذه الورقة موجودة على طاولة المفاوضات منذ يوم الخميس الماضي تمت مناقشتها واليوم يبدو أنها تعرض حتى في هذه اللحظات هناك اجتماع في قصر كوبورغ بين كبير المفاوضين والمجموعة الأوروبية ومنصق الشؤون الأوروبية أنريك مورا لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة الإيرانية يبقى يوما أمام الوفد الأمريكي والوفد الأوروبي للإدلاء بموقفهم من هذه الورقات المقدمة من قبل الفريق الإيراني ويوم الجمعة ربما يكون يوما حاسما طيب موسى بحسب المواقف الإيرانية التي صدرت في الساعات الماضية كما قلنا تغريدا لمستشار الوفد الإيراني محمد مراندي قال بأن هناك بعض القضايا المتبقية وهي لا تزال عالقة وتحتاج إلى موافقة الترويكا الأوروبية عن أي قضايا تحدث بالتحديد؟ نحن نعلم أن القضايا الثلاثة التي لا تزال عالقة حتى الآن أو التي يتم النقاش بها خلال منذ عشرة أيام منذ ما بعد عودت المفاوضين الأربع زائد واحدا وإيران إلى فيينا هناك ثلاث قضايا القضية الأولى متعلقة بحجم العقوبات الواجب رفعها من قبل الجانب الأمريكي حتى الآن الأمريكيون أو حتى الأسبوع الماضي كان الأمريكيون قد عرضوا رفع ألف عقوبة من أصل ألف وخمسمائة عقوبة وهذه بالنسبة للجانب الإيراني غير كافية ولا تزال العقوبات المتبقية تقيد إلى حد بعيد الاقتصاد الإيراني ونشاط الاقتصاد الإيراني لاحقا إذن الجانب الإيراني يطالب برفع العقوبات من أجل أن يتحرر الاقتصاد كاملا وأن تعود الأمور إلى طبيعتها كما كان اتفاق العام 2015 المسألة الثانية تتعلق بالضمانات الواجب تقديمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المعروف أن واشنطن لا تستطيع ولا تريد أن تقدم ضمانات إلى الأبد لإيران من أجل عدم الخروج من الاتفاق لاحقا كما فعل دونالد ترامب ولكن على الأمريكيين تقديم ضمانات معينة ربما ليست من قبل الكونغرس ولكن يجب أن يكون هناك ضمانات على الأقل من أجل ضمان حقوق إيران في الاتفاق لفترات طويلة. المسألة الثالثة هي تتعلق بفترة التحقق من رفع العقوبات. الجانب الأمريكي يقول بأن فترة التحقق يجب أن لا تتجاوز من أسبوع إلى عشرة أيام بمجرد أن تبحر قوافل النفط من إيران. وعودة العائدات المالية إلى البنك المركزي وعبر النظام السوفت الأمريكي. يمكن للإيرانيين أن يتأكدوا بذلك أن هناك رفع فعليا للعقوبات. ولكن الجانب الإيراني يقول بأن هذه الفترة قصيرة جدا. ولا يمكن أن نتأكد من رفع العقوبات بشكل نهائي إلا بعد مرور أشهر طويلة. إذن هذه هي المسألة الثلاثة التي لا تزال عالقة. هل تم مقاربة هذه المسألة الثلاثة خلال الأيام القليلة الماضية بشكل جدي وبشكل محوري من أجل تجاوز هذه العقوبات؟ التصريحات التي سمناها اليوم والمواقف التي سمناها اليوم. وأيضا بالإضافة إلى بعد ما نراقبه خارج إطار فيينا. على سبيل المثال توجه وفد إيراني إلى كوريا الجنوبية من أجل بحث كيفية إعادة الأموال المجملة هناك. وكيفية رسم المستقبل للعلاقات التجارية بين البلدين. كل هذه المسائل توحي بأن هناك نقاش جدي. وبأن يكون هناك تجاوز العقوبات ونحن أمام الخطوة النهائية كما قال سفير الصيني. شكرا جزيلا لك. موسى عاصم مفد الميادين إلى فيينا على كل هذه المعلومات. شكرا لك. أكد المندوب الإيراني السابق أمير موسوي أن الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يملك القرار السياسي نحو الخطوة النهائية مشيرا إلى أن المسألة عالقة عند قضية الضمانات التي تصر عليها طهران. وأبدأ موسى واعتقادة بأن الشوائدة تشير إلى تجاه الأمور نحو التوصل إلى اتفاق. نحن نتوقع الليلة أو بكرة إلى نهاية هذا الأسبوع. احتمال أنه يحصل شيء. لأنه الآن الأمريكيين يحاولون أن يأخذوا أكثر امتياز ممكن من إيران. إلى الآن رأوا أنه في صلابة في الموقف الإيراني. ما في أي تزلزل. ما في أي تراجع. كل الخطوات ماشية إلى الأمام. الآن على الأمريكي والأوروبي تريكي الأوروبي أن يوافق على هذه المقترحات. وإلا الجميع سيعود إلى المربع الأول. حذر وزير الخارجية الفرنسي جوئيف لودريا من أنه إذا لم يجد توصل في قدون بضعة أيام إلى اتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى فأن العالم سيواجه أزمة انتشار النووي حادة. وقال لودريا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أن التواصل الاتفاق أصبح في متناول اليد. مشددا على أن الأطراف الباقية الموقعة على الاتفاق توصلت إلى تفاهم بشأن الاتفاق الواجب إبرامو في فيينا. وكل ما يبقى الآن موافقة إيران عليه بحسب قوله. أكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن مستوى تهديد بإمكانية هجوم أوكراني على دونباس شرق البلاد لا يزال عاليا. وأشار بيسكوف إلى أن كييف تلجأ إلى القوى لحل مشكلة دونباس. لافتان إلى أن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية هناك. ما يعني حربا أهلية في بلدها. كما رأى أن تصريحات كييف بشأن اتفاقيات منسك متناقضة. إلى ذلك حذر مجلس الأمن الروسي من كثافة الاستطلاع الجوي الأمريكي قرب الحدود الغربية لروسيا. ولسيما في إقليم كالينجراد وشبه جزيرة القرم. ولفت إلى وجود تشكيلات أمريكية مصلحة في أوروبا قوامها 60 ألف جندية. ومئة دبابة ومئة وخمسة ومئة وخمسون طائرة عسكرية. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للقوات الأمريكية في أوروبا هو خلق تهديد دائم لروسيا. على خلفية الأزمة الأوكرانية تجري روسيا تدريبات عسكرية متنوعة وواسعة النطاق في مناطق مختلفة وتشمل مياه المحيط العالمي. أبرزها المناورات في البحرين الأسود والأبيض المتوسط. مفادنا إلى القرم سلام العبيدي. وقف على مناورة أسطول البحر الأسود في قاعدته الرئيسية في سيفاستوبول. وأعدت تقرير تالي. في ذروة المواجهة الروسية الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية تظهر روسيا حزما. ليس سياسيا فحزب. وإنما عسكري أيضا. ولشبه جزيرة القرم في هذه المواجهة أهمية استثنائية تعود في المقام الأول إلى أنها تضم قاعدة سيفاستوبول الأساسية لأسطول البحر الأسود الروسي. التي تؤمن المنفذ الأقصر إلى المياه الدافئة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. حيث القاعدة البحرية الاستراتيجية في طرفوس السورية. مناورات الأسطول التي تشارك فيها عشرات السفن المختلفة الأغراض والمهمات. ما هي الاستعراض لقوة روسيا كدولة بحرية. ورسالة للخصب الذي لم يعد افتراضيا. والذي كثف أنشطته العسكرية والاستطلاعية في المنطقة. بحثا عن تغرات في النظام الدفاعي الروسي. في الوقت نفسه أنهت روسيا تدريبات برية في ميدان أبوك العسكري شرقي شبه جزيرة القرم. وبدأت بإعادة القوات المشاركة فيها إلى مراكز مرابطتها الدائرة. الوحدات العسكرية للدائرتين العسكرية الجنوبية والغربية التي أنهتا تدريباتهما بشارة العودة إلى أماكن المرابطة الدائمة. وهذا يشمل القطاعات المنصحبة من جمهورية القرم. سحب القوات من مناطق مجاورة لأوكرانيا. تعتبره موسكو رسالة سلام ومنح فرصة أخرى للحوار السياسي الدبلوماسي. ليس من موقع ضعف لأن الجيش والأسطولة يبقيان متأهبين لأي طارق. تنسب إلى الإمبراطور الروسي أليكسندر الثالث المقولة المشهورة إن لدى روسيا حليفين فقط. هما جيشها وأسطولها. الجيش والأسطول يسهران اليوم على أمن روسيا ومصالحها القومية. في مواجهة شريسة مع الغرب. سلام العبيدي من أمام قاعدة سيوستوبل البحرية. الميادين. في المقابل تستمر القوات المسالحة الأوكرانية في تدريباتها العسكرية استعدادا لأي هجوم على أراضيها. وتظهر فيديوهات نشرتها وكالة رويترز تدريبات للجنود على سيناريوهات حرب محتملة استعدادا لأي معركة على الحدود. وفيما غير معظم وسائل الإعلام الغرب الموعد الذي حدده للهجوم الروسي المزعوم استهزأت موسكو مجددا بالأمر. وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عبر تيليجرام قائلة طلب موجه لوسائل التضليل الأعلامي الأمريكية والبريطانية بلومبرغ ونيويورك تايمز وذي سن وغيرها. أعلن الجدول الزمني لغزونا للعام المقبل نود أن نخطط لإجازتنا. إلى ذلك أفاد موفد الميادين إلى أوكرانيا بأن سكان كييف وغيرها من المدن لم يستجيبوا لنداء ياريز زيلنسكي برفع الأعلام لمناسبة اليوم الوطني للوحدة والذي أعلنها زيلنسكي. وبحسب موفدنا تسود بعض المناطق الأوكرانية حالة من الإحباط. ولسيما بعد قرار مجلس الدوم الروسي الاعتراف باستقلال مقاطعتي لوغانسك ودانيتسك شرق أوكرانيا. إذن لم تتطابق حسابات كييف بشأن ما تشيع الحملة الغربية المستمرة على موسكو من غزو روسي لأراضي أوكرانيا. وانقضى تاريخ السادس عشر من شباط فبراير من دون أن يحدث أي تطور عسكرية. فكيف هي الأوضاع في كخاروف خاركوف. المقاطع الأوكراني الحدودية مع روسيا. تقريب مفد الميادين إلى أوكرانيا. عباس الصباخ. لا تعكس الحركة شبه الطبيعية في مدينة خاركوف الأوكرانية الحدودية مع روسيا. حجم التسريبات والمعلومات الغربية عن مزاعم هجوم روسي محتمى لأراضي أوكرانيا. فسكان ثاني أكبر مدينة أوكرانية يمارسون حياتهم الطبيعية من دون تغييرات تذكر. ما خلى بعض أصحاب الرساميل الذين غادروا على عجل مع إعلان واشنطن المتكرر عن قرب الهجوم الروسي على أوكرانيا. في خاركوف تتباين الآراء بشأن العلاقة مع الجارة السوفيتية السابقة. لا أعتقد أن مصلحة أوكرانيا أن تعدي روسيا. فنحن جيران ولدان علاقات قرب وتاريخ مشترك. وأنا أوكراني لا أعتبر أن الروس أعداء. إذا هجمت موسكو أوكرانيا فإن ذلك أمر خطير. يجب أن لا يحدث. أنا تركت منزلي في دانياتسك منذ سبع سنوات وأعيش هنا. وما حدث لم يكن جيدا. بيد أن الإجراءات الأمنية الأوكرانية خارج حدود المدينة وصولا إلى تخوم مدينة بيلغراد الروسية تؤكد أن كيف تتخوف من عملية عسكرية مقبلة. كل الترجيحات كانت تشي بأن الجيش الأوكراني سيهاجم منطقة الدونباس. لكن حتى تاريخه لم يتغير الكثير على خطوط التماسي بين أوكرانيا وكل من لوغانسك ودانياتسك. لا تستطيع روسيا مهاجمة أوكرانيا. دولتنا قوية وكل العالم يقف إلى جانبنا. يجب أن لا تعتدي علينا موسكو. فنحن نعيش بسلام في أوكرانيا. ويجب أن نبقى كذلك. أنا لا أتابع الأخبار ولم أسمع عن غزو روسي مفترض لأوكرانيا. الأمر لا يهمني وأفضل أن أتابع عملي كالمعتاد. لا أحد يتكهن بما سترس عليه الأمور بعد سحب موسكو لأعداد من قواتها من الحدود مع جارتها أوكرانيا. إلا أن كل ذلك كان قبل إعلان الدوم الروسي الاعتراف باستقلال لوغانسك ودانياتسك. فهل سيسهل ذلك الاعتراف مهمة التوصل لحل جدري؟ أم سيزيد الأمور تعقيدا؟ حركة خفيفة بين أوكرانيا وروسيا هنا في مقاطعة خاركوف. الجيش الأوكراني يقيم الحواجز ويفتش المارة والسيارات بدقة. أما كيف فتنتظر النجدة ربما من الغرب بعد أن اعترف الدوم الروسي باستقلال دانياتسك ولوغانسك. عباس صباغ من الحدود الروسية الأوكرانية. الميادين. إلى العنوين مجددا. نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف. على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. السيد نصر الله باتت لدينا قدرة على تحويل الصواريخ إلى دقيقة. وبدأنا في لبنان منذ سنوات بتصنيع المسيرات. وفي رسائل راديعة للاحتلال. فيديو لمقاومين في حزب الله يتدربون على الثلجة. ولحماس عن الجاهزية الصاروخية. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على الفلسطينيين المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. بعد تجمعهم للتصدي لمجموعات اليمين المتطرفة. كبير المفاوضين الإيرانيين يتحدث عن قرب التواصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني. ويقول إما الاتفاق على كل شيء أو لا شيء. موسكو تحذر من أن مستوى التهديد بإمكانية هجوم الأوكرانية على دونباس لا يزال عاليا. والنيتو يبرر تعزيز وجوده العسكري في جناحه الشرقي بالدفاع عن جميع أعضائه. للمزيد من الأخبار والتقارير على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net إلى اللقاء. موسيقى 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 موسيقى